السلام عليكم ان شاء الله بهذا الفيديو سوف نبدأ رسم العناصر الانشائية نحن نتأكد ان احنا مرتب نتأكد ان احنا مرتبة الانشاة التأكد نتأكد سأعود سواب وتأكد نتأكد فان البيام نتأكد فان الكن كويم الخاصة اول خاصة متى الرغم و و والثلاثين وعشرين كيسز والثلاثين وثلاثين والثلاثين 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 الآن نرسم طبعا انت بإمكانك ترسم أول بعدين تعرف بس لافضل أنه بعد ما تعرف لافضل بعد ما تعرف بسه احنا منعرف نقلنا من الأتوكاد لهون نقلنا كل شيء على يارس بسهن في شغلاتنا مش بحاجته هذه الدرجة وكل شيء ما الذي أهمني؟ أهمني الأشياء التي نقلتها ماذا أريد أن أرسم؟ أرسم الكولوم نبدأ برسم الكولوم ونضع طبقة كولوم كما ترسم هناك خيار الرسم هناك شريط الإختصارات وخيار درو هناك خيار درو هناك درو بيم درو كولوم هناك درو كولوم درو كولوم لا تكبس على هذه لا تكبس على هذه واحدة منهم تكفي هناك درو كولوم هناك درو كولوم ما هو نوعه؟ نوع كولوم ما هو الخاصية؟ كولوم 1؟ اه كولوم 1 هي الأفتراضية كانت لي تم تكريجة زون هناك درو كولوم ما هو ؟ هذا معنى أنه عندما ترسم العمود يخرج على هذا الموقف اكيد أن علم المقصود فيها أنه عندما أرسم العمود ينزل من~! يعني فيها للطابق الذي تحته البرابرتي أفتر يعني فيها يخرج على الطابق اللي فوق ونزل اللي تحت ونزل اللي تحت اما لو دك تعملها بروبرتي ايه تعملها بروبرتي ابوف وترسم وترسم طالع كيف رح يطلع معك رح يطلع معك كأنه تطلع اللي فوق طلع اللي فوق هاي شو الفرق فيها هاي الفرق انه مشان لما ارسم فوتنك ان لازم العمود يكون فوق القاعدة العمود فوق القاعدة بس هاي الفكرة فاحنا منيجي لمسح العمود هاذ تمام ولما نرسم كلهم نرسم مع الخاصية بلو مش خاصية هاي هون ارتفاع العمود ثلاث اربعة بهم ناشي احنا ما نصمم مساقف ما نصمم اعمدة فما بهم من الارتفاع اذا بدي يتحرك عن مكان معين في اندي هون الانجل يعني اذا بدي ارسم العمود يعني هذا الخاصية كلهم كانت بعد ثلاثين بستين بتدرسم ما ستين بثلاثين بحك زي وتسين والاخيرة مش مهمة فاشو بعمل اه يا برسم واحد واحد يا بطللهم كلهم الافضل اطللهم كلهم نو هيك ظلالت كل اشي هيك ظلالت كل الاعمدة لاحظ كل الاعمدة زي هيك هذا كل الاعمدة زي هيك هاي كبستة مريح انشو كيف شكل العمود هذه هي واتحا تنازل ثلاث متر ثم الآن نذهب إلى الكلوم ونرى ما هي الكولومات التي أعرفها الآن نرى هذه المسحة معي لنقوم بإمسحة عندما أذهب إلى الكلوم 1 هناك خيار أنها تنمسح أنه أنا الكلوم 1 فعلياً خاصية 30x60 لا موجود فأنا أستطيع أن أمسحه الكلوم 2 20x50 ما اسمه هذا؟ C20x50 يعني 20x50 لاحظنا أنه رجزون هذا دكتان مدروبانيل ومدروبانيل وعندي 250x600 لاحظ أنه 250x600 أنه أبعاده ليس 200 كما قلت لك كان هناك فرق فبالتالي C25x60 هكذا المعمار يقترح أبعاد الأعمدة الآن سوف أغيرهم إن شاء الله فقط نرى الأعمدة هكذا أنا غيرت أسمهم وهكذا أنا رسمت الأعمدة الآن نريد أن نرسم مثلاً نرسم السلاب الآن عندما أرسم السلاب هناك خيارات أرسل الآن نرسم نرسم ستكبس على الجوينت ومشي تمشي تمشي تدور مثلاً هناك خيارات هذه الخاصية لازم أنت لما ترسم لازم لما ترسم أنك النقطة اللي بلشت فيها تنهي فيها يعني لو سأبدأ أرجع هيك رح يرسم الجزء رح يرسم السلاب بهذا الشكل أنا لا بدي أرسم على حدود كاملة فبطل نازل على حدود بنزل طبعاً أي غلطة بدك تضطر ترجع هي تعيد أي غلطة بدك تضطر ترجع هي تعيد طيب شو حلها فيه لها حل طبعاً حل هذا أنسب حل لاحظ أنه هون يجب ترجع على النقطة اللي بلشت منها لاحظ أنه رسم الإسلاب لاحظ أنه رسم الإسلاب أي الإسلاب ارتسمت إذا كان لديك طابق ليس منتظم كثيراً دعني أمسح الإسلاب كيف أمسح الإسلاب؟ طيب كيف هناك طريقة ثانية؟ نعم هناك طريقة ثانية لما تأكد إنها إسلاب وفلات كونك هذا يعمل بولي لين تقدر تكبس عليه كابس يمين وتعمل Add Safe Area فحدود البولي لين انرسمها كابس يمين طبعاً مثلاً أنا بدي أرسم طبعاً كبس على هذا الخط كيف يلغي الأمر بس لا يلغي كامل كبس كبس يمين لو كبس على الماوس كبس يمين ببطل يرسم تمام؟ تمام ثم هناك خيارات ثانية لما يكون هذا مفعل زي هيك أو Area Dram يعني هون مكانش بلاني فيه هناك أمر شغال كيف بتأكد إنه بدي شيء أمر يكون شغال؟ إكبس اسكيب على الكيبورد لاحظ إنه هيك أنا ما عندي أمر شغال أو كبس على الماوس فوق الخيار هذا دعونا أمسح الإسلاب دعونا أمسح الإسلاب هذه الإسلابات التي تكون منتظمة كيف يعني تكون مربعة؟ يعني أنا إذا أعمل زي هيك برسم هيك الإسلاب أنا ما بدي يعني هاي بس للمربعات تمام؟ طلع برسم بس مربعات بظل كابس وبمشي فأنا ما بدي الإسلابات يكونوا زي هيك ما بدي يعني هذا ما برسم زي هيك إلا إذا كان عندي مربعات في الخيار هذا طبعا إنت كل شي هون موجود هون إنه إيش يكون يكبس شوف ما برسم هيك بكون إذا عندي مربع مثلا هون عندي مربع 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 تكبس عليه بكبس تمام؟ تمام فأعمل ناش فيها وفي عندي هون آخر واحدة إنه حاول نقطة ترسم في إسلاب شايف طلع رسم رسم إش عبادة 25 بستين وكأنه هاي بشو بتفيد هاي بتفيد بالكولم ستيف أو بالفوتنك فأنا ما بدي نظر إشي أعمل رجوع طبعا تعمل رجوع زي لتوكات كونترول زي فأنا هسا بدي أرسم على الإشي اللي أنا رسمت أول إشي وأغلط من هون وتأكد أنه ما أغلقت فأنا قلقوا مرة ثانية هيك أنا رسمت السلاب فلو تكبس عليها كبسة و تكبس كبسة يمين تلاحظ أنه اسمها ثلاث سلاب أو ثلاثة ثمانتاشر سنتي الجويمتر مليش فيه لودس ما عليها شو لا لود والدزاين أنا لسا ما عمل دزاين ولا إشي فلسا يعني ما عملش إشي بس رسمت السلاب هاي أنا رسم السلاب تمام بدي أرسم بدي أرسم بدي أرسم الوولز مثلا الوولز شو بعمل بروح أنا على طبقة الوولز سيف والز فأطلعوا معي هاي ملي بالأزرق شو بتعمل هاي خيار درو والز شايفة أو تيجي هون درو والز شو خيار الوولز فعندك دابليو عشرين و دابليو ثلاثين نفس اللي شفيه بلو أباف هاي عشان الوول فوتنك السواء أنا اللي عندي ثلاثين ثلاثين اللي كان على الداير فعندك خيارين يا تكبس من بداية الخط لنهايته يعني زي هيك ونهاية الخط الأزرق هاي ده هون لا لا هون تمام هاي رسم هاي يا عندك خيار ثاني اللي هو كأنه ما مسحه تمام يا اما شو بتعمل تكبس درو هاي كوك درو فيه بتقدر هاذا باقي كوني أنا رسمته على شكل لين تكوني كبست على اللين كبس يمين آد سيف فول فرح يرسم مول خصاص و دابليو ثلاثين كبس يمين طلع آد سيف فول كبس يمين آد سيف فول هيك السهل كبس يمين آد سيف فول كبس يمين آد سيف فول هيك الرسائمة التي أبعادها ثلاثين استدارسوا من الأبعادها ثلاثين بحط عشرين نفس الطريقة Add save all هون Add save all هون او بترسو معجزي الاسلاب اللي بنسبك في الخط هذا الصغير بعد يرسو من ادعوه زي هيك تقريبا هيك او شو بتعملتك بسكابس انا طلعت من الامر لانك بسكاب او ترسو هيك تمام هون نفس الاشي هاي Add save all فهي كنا رسمت الوال بالخصائص اللي معي رسمت الوال بالخصائص اللي معي فلو تفتح 3D تبقى رسمك هاي الجدار تطلع وكأنه مصاد تمام هسا في حندي كمان ايه نعمل تسلق all نرى الى 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 الوال او الدرج وين هم هاي باللون الاخضر فترسو من خيار الاسلاب شو بتعمل بدل النوع بتحطه opening فشو بتعمل مكان ما انا رحت المعمار ايه 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 انا حطت واحدة نفس جهات safe area او بعمل مستطيل وهاكذا او ترسم هي الوال اكس وهاي برضو كانت opening عندي وهي كانت opening هاي المناور وعندي كان هون opening تمام هيك انا ايش عملت رسمت اه شو ضل علينا ضل علينا ال بقدر ارسم بيمات من الاوتوكات انا خلاص اكون عارف انه هون ترسم بيم يا انه اه بكون ايش اعرف فشو العمل عندي العمل عادي سهل يا من الاوتوكات هي عادي هون فهو انا انا ارسم البيم برسم البيم drop beams زي هيك من center wall هس المفروض لسنتر عمود بس هون مفيش بس انا اصلا عرفت في اشي اسمه automatic area rigid zone فعلى امتداد العمود واصلا عرضه بكون ثلاثين رح يوصل الجدار فعادي يعني رح يوصله يعني رح يحس فيه وكأنه سببورت جايف طلع لمسه خلاص كونه لمسه ومري تمام بامشي لسنتر العمود هاذ ايو تقريبا هون عادي ما رح يأثر هون كيف ترسم كل قطع لانه لو انه السناتر بكون احسن واحسن بس هون ما في سناتر عنده طبعا اذا كبست هون هاي هون هاي تربهم هاي تربهم اذا كبست كبس يمين بطلع من الامر مش بطلع بس انه بلغل هاي هاي كبس يمين هاي كبس يمين هاي لسنتر تمام فاك انا رسمت البيم طلع كل بيم لحال بفضل انك ما ترسموا بيم لحال طلع كيف لامس العمود هاي هوا لامسهم لامس العمود مش طاير بالهواء تشيل اكسدرو فيو وشيل الاركي تكتر او بلغل الهارزن بس هو لامس العمود تفكر شنو لامسهم قلتلك العمود حاس فيه كنقطة تمام اكسدرو فيو فاناجي هيك واستأكد ايهو لامس العمود مرتكز العمود بس فيه راح يكون فيه عشان هيك يفضل هذا البيم يكون على السنتر هيك الموديل عندي انا تقريبا عرفت ارسمه عرفت؟ خلص رسمته مضى لشاشة تأكد من ارتك هاي بس اضطيها ارتك اركتكتشر بلان اوبشن انا الاسلاب رسمتها البيم رسمتها الكل مرسمت الوال رسمت الوال رسمت وخلصت هذا الفيديو كان بس سوف تقريبا كيف اعمل الاحمال و كيف اعمل رن والسوارف اللي ظلت لاحظوا العمودين بره ما راح صممم هم هذا الطابق كثيرا يتابس الطابق اللي فوق راح يكون هيك الموديل جاهز نعمله سيف من هون تمام اهيك اكون نعطيكم الف عافية